دولتي خلينا نروح مع حضراتكم لخبر رطيف جداً الحقيقة بارح تم الاعلان بأن إذاعة القرآن الكريم لن تستغنى عن الإذاعة العملاق شحات العرابي ده الخبر اللي انتشر ونزل على الصفحة رسمية لإذاعة القرآن الكريم وتم تدوله عبر وسائل الإعلام وللاقة طبعاً ترحاب كبير جداً وفرحة عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً وأنه طبعاً شحات العرابي ارتبط المستمعين لإذاعة القرآن الكريم بسماع صوته الرصين القوي واللي أول ما أعلن خبر بلوغه سن المعاش حكت كل رسائل الدعم والحب اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من المعجبين والأجيال اللي عاشت وعيشت هذا الصوت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مدار 35 سنة شازل ده رزقه وده حب الناس اللي دايما بنتكلم عنه ناس كتيرة بالمناسبة خرجوا من إذاعة القرآن الكريم وكلهم قامات كبيرة وكلهم أسدزة وكلنا كنا مرتبطين بيهم لكن في حالة فعلاً على السوشيل ميديا احنا فخورين أن احنا كنا في صباح الخير يا مصر استضفنا الأستاذ شحاتة يوم السبت اللي فات كم نورنا تاني يوم على طول بعد بلوغه سن المعاش وطلبنا حتى يومها من الأستاذ رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم والأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية أننا قلنا نيابة عن محبي الأستاذ شحاتة العرابي مش عايزين نتحرم من هذا الصوت الصوت ده مؤثر فينا الصوت ده إحنا بنحبه إحنا متعودين أن احنا نسمعه الحقيقة ده كان وسط مئات بل آلاف من الناس اللي طالبت بداء والحمد لله تمت الاستجابة الأستاذ شحاتة العرابي الإذاعة العملاق موجود عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بأي شكل ده اللي هنعرفه خلال الفترة القادمة لكن هنا يكون في حاجات مثلا نحن الحد دلوقتي بنسمع طائفة من أقوال الرسول للدكتور حسن مدني هل برضو في نية حضرك أنك تسجل حاجات لإذاعة القرآن الكريم حسنين أنا أتمنى بلكن مش القرآن فيه لكن أنا عم نفسي على اليوتيوب بتاع القناة نفسي أسجل صاحب مسلم كاملا إحنا كلنا نتمنى وإحنا نيابة عن شعب مصر كله بقى اسمحول يعني نكلم الأستاذ رضا عبدالسلام في أنه يتبنى هذه الفكرة رئيس إذاعة القرآن الكريم والأستاذ محمد النواري رئيس الإذاعة المصرية في أننا نستغل هذا الصوت ونستخدم هذا الصوت لاستغلال الأمثل والاستخدام الأمثل للناس حابة تسمعه يعني الناس صوت حضرتك فعلا والله يعني متعلق مع الناس الناس بتسمع يعني إحنا كنا لسه قبل الهو كنا بنتكلم في إيه أول ما بنسمع صوت عمنا الشاشعي هو داخل يقول ودانية عليهم ظلالوها ودوليلا تطفوها تذليلا على طول بينهم أعرفين وستشحاتها جاي ترجمة نانسي قنقر